شيكابالا الاعتزال ولا مكمل شيكابالا يعني استقر ما بينه وبين نفسه يا كريم انه هو يعتزل بنهاية الموسم المقبل المقبل اه المقبل لكن في محاولات محاولات من جانب مجلس ادارة نادي الزمالك والمقربين منه انه هو يستمر لمدة موسمين ويكمل عقده لمدة موسمين بناء على قناعات حتى من جزي جمز نفسه انه هو قادر يكمل طب شيكابالا هيعمل ايه بعد الاعتزال خلينا اقولك ان كابتن حسين لبيب عرض على شيكابالا تجهيزه لمنصب مدير الكورة لكن شيكابالا رافض الامر تماما ورافض المنصب ده شيكابالا عايز يتجه للتدريب وبداية من الموسم الجاي اللي هيكون شيكابالا بيلعب فيه برضو هيجهز دورات تدريبية او التجهيز للرخص او الحصول على الرخص التدريبية تمهيدا للاتجاه للتدريب وفيه اتفاق مبرم ما بينه وبين مجلس ادارة الزمالك انه هو يتولى احد فرق قطاع الناشئين بنادي الزمالك فور اعتزاله مباشرة لتجهيزه بناء على قناعات تمه من جانب ادارة الزمالك انه هو ابن النادي ويستحق مساعدة النادي في الجزئة دي لكن منصب اداري او منصب داخل الجهاز الفني كمدير كورة شيكابالا رافض الامر تماما ومركز في فكرة انه هو يكون مدرب مفاجأة دي انا كنت متسهول ان شيكابالا ممكن ياخد الاحكالة دي رافض فكرة مدير الكورة وحاسس ان هي هتبقى لود عليه هيبقى فيه ضغط عليه اكبر يعني الخاصات ان مسيرة شيكابالا ما كانتش هادئة بعض الشيء فهيبقى فيه لود حتى من تعامل اللعيبة معها لكن الاتجاه للتدريب هو الحل الامثل او الانسب بالنسبة لشيكابالا اشتركوا في القناة